الدجال داك بتاع الفتحاب جايبينه بتكلم في فيديو ودا كمان عامل فيه بيرود على ناس الحرية والتغيير قال الدستور وما الدستور وجايبين فيه مواد وهو بيعتبرنه المواد دي يعني حسب كلامه انه مواد المرأة بترتفع على الراجل وممكن بمزاجة يعني لو دعاها زوجها بكلام فاحش جدا يعني في الاتفاقية قالوا اذا كان المرأة عمت لزوجها واليوم دا قالت ما هندي مزاج قطعوا العلمانيين ولها فين بيو دا يقولوا للناس انه دا الاسلام بيعمل المرأة بالطريقة بكلام الزول دا وهو دا لا دين له عقل والقاعدين قدامه دا اللهم الرحمة ربك عبارة عن بهايم دا ريم مخالي ركبوه اليهم والواحدة صرموا بيه لجام دا العبارة عن بهايم القاعدين بيضحكوا تضحك على شنو انتا هل دا تعامل المسلم مع المرأة بالطريقة دي اخي دا طريقة وحشية طريقة بتاعة بهايم عبارة عن بهيم المرأة انتا طليعة تد عامل معها تعامل تعامل ما اللي عقل له الاسلام ما فيو كده والناس اللي بتتخيل انه انه هما قنصوا لهم يعني ضربة للاسلام من خلال كلام الزول لا يعرفوا انه دا كلام بتاع انسان سيء الخلق وسيء الطبع وكلام السيء معروف من زمان ان ما نبزوا منه ياخي للصحابة رضي الله عنهم اساء لهم اساء بالغة وغير مساء المساء في العقيدة اساء للصحابة حتى في الامور الاخلاقية اساء بالغة جدا للصحابة ما سلم منه اي انسان عشان كده ما في زول يجي يحاكم المنه يجسره بكلام الزول دا دا انسان لسانه غزر وسيء ومعاملته دي يا اخي مفترضه يتغي الله ويحترم نفسه يا اخي زوجاته بيسمعه في الكلام دا واهل زوجاته بيسمعه في الكلام دا ما الواحد غد يتخيل انه يدعمل مع اخوتهم بالطريقة دي ما عند اهل يا اخي انت احترم نفسه يا اخي دا كبير انت كان نفسك صغير سين ما عندك يا اخي مركب الليل مركبين لك بيفوق ومرقع بجاي ومرقع كلك يا اخي انت احترم نفسك يا اخي انت ما قادر الكلام اللي بيقوله دا كلام بتاع اولاد صغار ذاته يا اخي عندك اهل وعندك نسابة وعندك اولادة ولادك رجال كبار قاعدين في الجامع يعني ما اقول يقوله زولة كان مدعمل مع امنا بالطريقة دي الطريقة واغيحة جدا لا يمكن تقبل مرأة وده لو شعلوا العلمانين ومشوا بيفرحوا بيهو لكن طبعا وده بمثل الدين فالمرأة في الاسلام لا احترامة ولا تغديرة والامور دي عندها نظامة نظامة المحترم اللي ما يوجد حتى في النظمة العلمانية كلها العلمانية نظامة داي نظامة دجال دا ذاته دي لك نظامة نظامة بتاع بهايم المرأة ممكن تسوقها في الشارع والدار تسوي تسوي معها فيش شارع الله دا برا امش شوى الدول العلمانية دي الان في الشارع برا اين ناك يا تاجر ولو فجل سالكم بتجي الشرطة بتحاسبه دي ما هي البهيمية بتاع داك ذاته اخير داك بدخيله دوها وديل بمرقوه برا وكلهم في النهاية تعامل قبيع وسيء الاسلام احترم المرأة واحسن ليه واكرم غاية الاكرام ووضع للامور دي الضوابط وقواعد والله انا كلام دا يعني لو دا اناقشو ممكن اناقشو بالتفصيل وحتة لكن كلام ومشكل ما بنقال دا كلام قبيع انت متجر تقوله داك شان تناقشو واحدة واحدة فعلى اي حال يا اخي ازول دا خليه احترم نفسه يا اخي وكلام فارغ زي دا تاني ما يقوله صلي اللهم على نبينا محمد وعلى الله وصحبه سلم